تعبت من جهازك القديم وزهائك انا جايب لك نظام هيرجع جهازك جديد وكمان النظام ويندوز عشرة خفيف جدا وهيشتغل على جهازك حتى لو بقاله اكتر من عشر سنين هينفع لشغل الوفيس والالعاب وبرامج جرافيك والبرمجة لانه نظام ويندوز بالكامل والنظام خفيف جدا حتى لو رمات اتنين جيجا وكمل فيديو الاخر عشان في خطوة لازم نعملها عشان نكمل تعريفات الويندوز وينزل كامل زي وزي اي ويندوز موجود اول حاجة نعملها نروح نتصفح بتاعنا نكتب في جوجل اطلس او اس هنضغط على اول اختيار بكها هننزل تحت هنضغط على داونلود اطلس او اس هطلع لنا ثلاث اختيارات هنخلينا في النسخة الاخيرة اللي هي اطلس او اس 21 اتش اتنين عشان دا طبعا التحديث الاخير هنضغط هنا تقريبا حجم الملف واحد ونص جيجا وده تقريبا حجم النسخة بالكامل تمام هنحمله وانا كنت محمله قبل كده فمش محتاجة احمله تاني بعد كده هنروح لتاني خطوة وهي برنامج روفيس عشان نحرق النظام على الفلاش نكتب روفيس هنضغط على اول اختيار ونحمل برنامج من هنا طبعا انا محمله برضو قبل كده فمش محتاجة احمله مرة تاني هنروح نفتح كده البرنامج على الديسكتوب طبعا هنكون موصلين الفلاشة في الجهاز بتاعنا هنفتح البرنامج في ناس كتير سألتنا يا جماعة ان السهم بتاع السيليكت ما بيظهرش هو بيظهر ويديله سواني وبيظهر لوحده اهو كلمة داونلود اهي ولو ضغطنا على داونلود هيظهرنا دلوقتي الويندوز اللي انا بقول لك عليه اهو بتقدر تحمل الويندوز من هنا تمام عشان الناس بتقول لي ما بيظهرش الموضوع بسيطة هو طيب احنا بعد ما وصلنا خلاص الفلاشة هنضغط على سيليكت هنا بقى نرجع لسيليكت نضغط على سيليكت هنختار النظام اللي احنا نزلناه اللي هو واحد وعشرين اتش اتنين تمام بعد كده في نقطة مهمة هنا يا جماعة انا عندي الجهاز بتاعي عشان قديم فبصيغة الام بي ار فانا هاختار هنا الام بي ار عشان ما عملش معايا مشاكل تمام انت لو عندك جي بي تي اختار جي بي تي او خليه زي ما هو لكن انا هغير لام بي ار عشان البيوس عندي اما مش داعم الجي بي تي تمام كده وهنضغط على ستار هيقول لي هفارمة الفلاشة اقول له اوكي وبس كده هنسيبه بقى لحد ما يخلص وبكده البرنامج يكون خلاص حرق على الفلاشة هنروح للخطوة التالتة جينا بقى للخطوة التالتة وهي هنجيب فلاشتنا الجميلة دي هنوصلها بالجهاز وهنضغط على زرار باور هنروح هنضغط على اف تسعة لحد ما يدخلنا على البوت وطبعا ده بيختلف من جهاز للتاني على حسب انا عندي اف تسعة ممكن عندك اف عشرة ممكن اف حداشر او اف اتناشر على حسب جهازك هنزل اختار اليوس بي واضغط انتر وهضغط على اسطارة كده شوية عشان خطر يرضى يتعرف على الفلاشة وادلوقت ازا ما حضراتكم شايفين دخل على البوت بتاعت الفلاشة وهذه علامة ويندوز تين هاي هنسيبه شوية لحد ما يبتدي اتعرف على نظام التثبيت وكمل فيديو الاخر عشان فيه خطوة لازم نعملها عشان نكمل تعريفات الويندوز وينزل كامل زي اي ويندوز موجود طبعا هو دلوقتي يبدأ يخش على نظام التثبيت وهنا هو النظام تقريبا زي ازا نظام تثبيت الويندوز العادي جدا دلوقتي دخلنا على نظام الويندوز على طول نضغط هنا select next طبعا زي محروق شايفين نفس نظام الويندوز تماما هنا الجزء بتاع البرتوشن تحدد البرتوشن اللي انت عايز تثبت فيه طبعا انا هنختار البرتوشن دو ده اللي عليه الويندوز هعمل فورمات بعدما اخترنا البرتوشن عمل نقوه فورمات ياريت يا جماعة الناس قبل نسام اليوم تتأكد ان هذا البرتوشن بتاع نظام النسخة ماش telefonow يحما نخسرنا داتا بتاعتنا تأكد ان انت بتختار البرتوشن بتاع ال C تمام كده هندوس next وهنسيبه يكمل عملية التثبيت هعيد تاني رجاء نكمل الفيديو الاخر عشان في خطوة مهمة خاصة بالتعريفات لازم نعملها فلازم تكمل الفيديو الاخر ان شاء الله بكده وخلص اول مرحلة في تثبيت النظام هنخش على بقية المراحل وبعد كده هيعمل ريستارت كده خلص جميع المراحل وبعد كده هيخلص العشر ثواني ويعمل ريستارت الجهاز رجاء ما تلعبش في اي خطوة او اي حاجة دلوقتي خالص هو هيرجع يشتغل مع نفسه مرة تانية زي ما حضركم شايفين هو بيكمل عملية التثبيت الخاصة بالنظام الجهاز عمل ريستارت مرة تانية عشان بدي نثبت بقية النظام دعموكم ليه شيء مهم جدا ويخلي القناة تطور فمنتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وترزع لايك المتين وتشاري الفيديو اول حاجة هتظهر لنا وهي الصفحة دي الصفحة دي مهمة جدا هو هنا بيقول لنا ان احنا لو ضغطنا نيكست هندي اوامر بتصديب بعض التعريفات تمام كده والنقطة دي مش موجودة في الويندوز العادي نسيب الجهاز يشتغل هو هيعمل ستارت مرة تانية ويبتدي يفتح عشان نكمل بقية النظام ومن هنا هنبتدي نكمل تثبيت النظام وزي وزي اي نظام ويندوز عادي جدا هنختار البلب بتاعتنا هادي ايجيبت نيكست هندوس علي اس بعد كده يو اس هنضغط هنا اختار اللغة بتاعتنا تبقى لغة الكيبورد عندي تبقى عربي هندوس نيكست مرة تانية ونسمي الجهاز زي ما احنا عايزين انا هسميه ايجيل هيبتدي ولكم بقى والجهاز يفتح عادي جدا في نقطة مهمة جدا لازم تركزوا فيها هنا اول ما الجهاز يفتح في نقطة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها وهي نقطة التعريفات كده النظام تثبت زي ما حضرتك شايف لو لاحظت هتلاقي اللوجو مختلف هنا عن ويندوز العادي ولكن هو النظام هنا قايم على نظام الويندوز بالكامل زي زي اي نظام ويندوز بس مخصص لاجهزة ضعيفة ودلوات زي ما حضرتكو شايفين هو على طول اتنقل لتثبيت التعريفات اوتوماتيك ياريت رجاء ما تلعبوش في الخطوة دي تماما و ومحدش يعمل اي حاجة في الجهاز سيبي خلص بقية بياناته هو ممكن ياخد وقت شوية بس عشان يخلص جميع التعريفات بعيد تاني يا جماعة بعد اذنكم محدش يعمل اي حاجة هو سيبي الجهاز هيعرف نفسه اوتوماتيك واول ما يخلص هقول لك هو كده خلص ويبتدي بعد كده تتعامل مع الويندوز عادي جدا فرجاء محدش يلعب او يقفل اي بنل من الموجودة قدامه هو ممكن ياخد وقت شوية طبعا عشان الاجهزة قديمة وممكن تكون ارامات قليلة او الامكانات الجه فهياخد وقت شوية زي ما حضراتكم شايفين كده هو ابتدي يثبت التعريفات اوتوماتيك لواحده من غير ما ندخل تماما هنيجي بقى هنا بعد ما خلص التعريفات هيقل لنا انه هيعمل ستارة للجهاز وابتدي يعمل ستارة فعلا زي ما حضراتكم شايفين هو فتح قدامكم عادي جدا خلاص هيبتدي يتعرف عن النظام ويثبت النظام هتدي له وقت بس في الاول لحد ما يثبت بقية التعريفات ويضبط التعريفات ونبتدي نشتغل عليه عادي جدا وبالفعل النظام فتح تمام من اهو وهو هنا عمل شوية تعريفات كده للنظام اول حاجة عايز اقولها ان انت لو روحنا هنا كده هنروح هنا لسيمز ديسك ايكون افلاي اوكي او الموز بعافية شوية هو نظام ويندوز طبيعي جدا زي وزي اي نظام ويندوز هنروح هنا على امكانيات الجهاز انا فيه نقطة احبب اوضحها للناس اللي بتقعد تشاكك ان انا كلامي غلط والكلام ده مصح شايفين يا جماعة شايفين عند السهم كده الرمات اتنين جيجا اللي مستخدم جيجا ونص الرمات اتنين جيجا المستخدم جيجا ونص البروسيسور اي ام دي اسكس وده بروسيسور قديم قديم يعني قديم شوية حلوين تمام دلوقتي تقدر تروح بقى تعرف الانترنت بتاعك سوى عندك واي فاي في اللابتوب تمام زي ما حضراتكم كده شايفين انترنت اشتغل وكل حاجة اشتغلت تمام جدا هنروح لقائمة ستارت وهنا هنخش على اكستنشن نفتح انترنت اكسبلور وهنكتب جوجل مثلا ننزل جوجل طبعا الجهاز اول مرة يا جماعة فيبتدي يطلب منك شوية اوامر عشان اول مرة يشتغل نضغط مثلا على جوجل وهننزل جوجل كروم عادي وهنثبته بدون اي مشاكل خالص زي ما حضراتكم شايفين كده هدي جوجل كروم تثبت بشكل طبيعي بدون اي تدخل زي وزي انظام ويندوز طبيعي جدا تمام تثبيت حاجة تانية مثلا انترنت داونلود منيجر خلينا نثبت مثلا نيت داونلود منيجر زي ما حضراتكم شايفين نظام الويندوز بالكامل بدون اي حاجة مختلفة عن الويندوز العادي بس ده مخص الاجهزة الضعيفة وزي ما حضراتكم شايفين قد ايه الجهاز خفيف جدا انا انا نفس الجهاز دوت لما بسطت بالويندوز العادي عايز اقول لكم انه عشان ياخد الامر بيقعد تلات اربع ساعات زي ما حضراتكم شايفين اهو الجهاز قدامكم انا مقفلتش اي حاجة ولا عملت حاجة في المونتاج ولا غيرت اي حاجة وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز بسم الله مشاء الله اتحول تماما ونظام الويندوز يعني تعرف تشتغل وتلعب وتنزل كل برامج والبرمجة وكل حاجة ان انظام الويندوز ده في النهاية حب اشكركم للكمي الفيديو معي الاخر واستفاد ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس وترزع اللاقي كلمتين وتشاير الفيديو